فقر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئاً وانتهاء ما هم بأمة أحمد الله والذي فقر السماء ما هم بأمة خير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد مرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا زال حديثنا موصولاً مع كيفية أو يعني أقوال أهل المذهب الشيعة أنفسهم وغيرهم في معاد أو الوقت الذي بذغت فيه هذه الفرقة وقد ذكرنا في اللقاء الماضي قولين من أقوال الشيعة في بداية ظهور هذا المذهب قولين أحدهما أعجب من الآخر لا يقبلهما عقل قول الأول ما ذهب إليه بعضهم أن الشيعة نما بدأت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أول الدنيا ولم يرسل الله تعالى رسولاً ولا نبياً إلا أخذ عليه المثاق أن يدعو الناس إلى ولاية علي طبعاً وهذا كلام يعني لا يدل عليه دليل أولاً ثم هو كلام هزل لا يرقى إلى مقام الجد أبداً والقول الثاني ذهب إليه بعضهم أيضاً أن التشيع بذر أو غرس بذرته رسول الله صلى الله عليه وسلم جنباً إلى جنب مع بذرة الإسلام وهذا أيضاً كلام فارغ لأنه لو أن نفسنا بذر بذرة الإسلام وبذر معها بذرة التشيع فدامعناه إن التشيع دي حاجة غير الإسلام وإلى لو أنه جزء من الإسلام لكفى أن يغرس بذرة الإسلام وفيها التشيع فهذا والذي سبق يدلاني على أن التشيع شيء آخر غير الإسلام فلو صحت هذه الأقوال الفارغة لكان مآلها الطعن في دين الشيعة وإخراجهم عن دائرة الإسلام لكنها لا تصح ولا يقبلها كما قلنا عقل وإنما هي مبالغة من مبالغتهم وشطحة من شطحتهم التي لا تنتهي القول الثالث الذي ذهب إليه ابن النديم منهم وهو شيع معروف صاحب الفهرست ذهب إلى أن أول ظهور التشيع كان يوم الجمل في الموقع الشهيرة وقال إن علي انقصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيئ إلى أمر الله جل اسمه فسمي أتباعه من يومئذ من يومئذ بالشيعة وكان علي يقول شيعتي وسماهم عليه السلام هذا كلام من النديم الأصفياء الأولياء وسماهم الأصحاب وسماهم شرطة الخميس وهكذا وهذا رأي انفرد به ابن النديم من الشيعة يعني لم يوافق عليه غيره وطبعا هذا المعنى إن دل فإنما يدل على ظهور هذه العبارة في كلام علي رضي الله عن لفظة التشيع أو شيعة لكن لا تدل أبدا على بداية المذهب لأن التشيع كما قلنا له أحد معنيين يفهم منه أحد معنيين الآن تشيع بمعناه اللغوي بمعنى الأصحاب والأتباع ودهو ماشي ما فيش مشكلة ويصح أن يكون هذا بداية للتأريق لذلك إن يعني أول ما صرح علي بشيعة بالمعنى اللغوي معنى الأصحاب والأتباع كان في يوم الجمل لكن بمعنى المذهب المعروف صاحب الأصول المعروف المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القول بالنص على إمامة علي والوصية به والرجعة وتحريف القرآن وشتم الصحابة وتكفير الشيخين فلشك أن هذا لا يمكن أن يكون تاريخا لبداءة هذا المذهب الردي ولم يجري ذكر هذا في كلام علي رضي الله عنه وحاشاه من ذلك ولا في كلام أحد من أصحابه من الأكارم سواء كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من من كانوا مع علي وفي شيعته بمعناه اللغوي أو من كان بعد ذلك معه من كرام التابعين فإذا كان ابن النديم بيقصد بهذا العام عام الجمل مجرد ظهور الاسم لفظ الشيعة كلفظ يعني لغوي في كلام علي وتخصيص جماعة من الناس بأنهم أتباعه وأصحابه فلا بأس وليس هذا يومئذ خاصا بعلي بل واقع مثله لمعاوية فكان معاوية أيضا يقول شيعته على أهل الشام فليس هذا لا يصلح أن يكون هذا اليوم أو هذا المعاد أو هذا التاريخ تاريخا لبداية ظهور فرقة الشيعة كما قلنا لأن فرقة معناها التي تميز بها الآن من الأصول المخالفة لمذاهب الحق لم تظهر إلا بعد ذلك هذه الأقوال السلاسة هي أقوال الشيعة في بداية مذهبهم وهم مختلفون جدا طبعا هذا عجب هذا عجب يدل أنهم ليسوا على شيء لأنه ليس ممكن أصحاب مذهب يختلفوا كده في ابتداء مذهبهم يعني جماعة الشافعية مثلا كفرقة من فرق المسلمين ومذهب من مذاهب المسلمين المعتمدة يختلف الناس في متى بدأ ذلك المذهب ومن أصحاب الشافعي وما هي أصوله وما هي فروعه أبدا لا يختلفون تراهم على ذلك مجمعين مثلا المذاهب العقادية الأخرى الأمر لا يكون هكذا أيضا تجد الأمر شيء يعني الأشعرية معروف مثلا من فرقة الأشعرية متى بذغت متى ظهرت وعلى يد من ظهرت ومن مشايخها من رؤوسها في كل زمان لكن هذا العبس لأنه مخالف تماما لدين الله عز وجل وخارج عن دائرة الإسلام تراهم الطربين اضطرابا لا يقبل من قائل بدأ مع أول الخلق قبل أن يخلق الله الخلق ولا من أول من خلق آدم وقائل لا دا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقائل لا سنتحق وثلاثين في أيام الجمل ولا يمكن أن يكون حقا ويختلفون فيه هذا الخلاف مع القول بعصمة أئمتهم وأئمتهم ما كانش حد منهم عارف خالص متى بدأ المذهب وريحهم في الموضوع دوت يعني هذا عجب لا ينقضي منه العجب طيب كذلك غير الشيعة من العلماء والباحثين من باقي الفرق لهم أيضا آراء في بداية ظهور هذا المذهب فهناك من أهل العلم زي العلامة ابن خلدون عندنا مثلا من أهل السنة يرى أن التشيع ظهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ويبنى هذا الكلام على إيه؟ بنى هذا الكلام على ما جرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية بعض أهل البيت أنهم أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مدام أني كان في حد شايف أنهم أحق بالخلافة يبقى هذا ممكن يسمى بداية التشيع لكن هذا غلط لأن في ذلك الوقت نفسه كان من الأنصار من يرى أنه أحق بالخلافة ويما جرى يوم السخيفة لا يخفى على أحد وكيف أن بعض الصحابة أراد من الأنصار يعني أراد أن يقدم سعد بن عبادة ليبايع على الخلافة فهل معنى ذلك أن مدام الأنصار بعضهم قال أن واحد منهم يسطح للخلافة أو هو حري بها أننا نقول أن هذا مبدأ مذهب من مذهب المذهب مثلا معين عقدي للأنصار مخالف عن مذهب أهل قريش أو أهل مكة أبدا هذا لا يفيد ذلك يعني ليس مجرد شعور بعض الناس على فضلهم بأنهم أحق بالخلافة بالذي يسوّغ أن يبني أو نبني على هذا الشعور إن ده بداية مذهب مفارق لمذهب المسلمين وليهذا ما زهب له ابن خلدون رحمه الله تعالى وتبعاه عليه بعض المعاصرين كأحمد أمين وجماعة من المستشرقين بعيد عن الواقع وبعيد عن التصور الصحيح ولا يتأتى أن يكون هذا بداية التشيع أبدا لا سيما إذا دايما استحضرنا أننا عندما نقصد التشيع كمذهب نقصد الأصول التي يتميز بها الشيعة عن السنة مش مجرد اتباع عليه فنحن كلنا أتبع عليه وأنصاره إن كان مراد بالتشيع النصر والمتابعة فنحن جميع المسلمين أتبعوا عليه وأنصاره وكلهم محبوه ولا يسوغ لمسلمين أن يبغض علي أبدا أو يخرج عن احترامه والتأدم معه وإنزاله منزلته التي أنزله الله إياها يبقى المقصود بالتشيع دايما مش المعنى دوة النصر والاتباع والحب لا مقصود به المذهب اللي له أصول تخالف أصول أهل السنة والجماعة وأبرزها القول بالإمامة والنص على ولاية علي وإمامته وأنه أحق بين الشيخين بها وتكفير الشيخين وكلام الفارغ الذي يدعو له الشيعة إلى الآن فدام مش ممكن يكون ظهر إطلاقا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وسكت له الناس ولا يسوغ أبدا لا يحصلش تمام فهذا قول قول ابن خلدون كما قلنا من غير الشيعة يعني في بداية مذهب الشيعة هناك قول آخر قول الثاني وأذا الذي ذهب إليه الإمام المجتهد الكبير ابن حزم رحمه الله تعالى وفقوا عليه بعض العلماء قال إن التشيع لعلي بدأ بمقتل عثمان رضي الله عنه يقول ابن حزم ثم ولي عثمان وبقي 12 عاما وبموته حصل اختلاف وبموته حصل الاختلاف وابتدأ أمر الروافض بموت عثمان والذي بدأ غرسة بذرة التشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي ده كلام الإمام ابن حزم والذي بدأ حركته في أواخر عهد عثمان واخذ بال حضرتك وهذا الكلام طبعا أكده جماعته من الباحثين القدماء والمعاصرين فابن حزم يرى أن مطلع التشيع ومبدأ الروافض وده احنا برضو الأفضل احنا نقول بقى بداية الرافض أو الروافض يعني عشان نقول تشيع بيحصل لخبطة بالمعنى اللغوي اللي هو العادي الطبيعي والمعنى اللي هو الإشكالي المعنى الاستلاحي بتاع المذهب دول فابن حزم يرى أن بداية الرافض والروافض بعد مقتل عثمان ويذهب إلى أن عبد الله بن سبأ هو الذي بذر بذرة التشيع بالمعنى اللي احنا بنتكلم عنه بالمعنى المخالف لأصول الإسلام وده كلام منطقي يدخل للدماغ مش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بذر بذرة التشيع تو بذرها ليما كان الإسلام كافي عن التشيع ولو نصعهم جاي بدينين جاي بدين للمسلمين ودين للشيعة يعني كلام كما قلنا أمور يضحكوا السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب ولذلك لقرب هذا الرأي من الحق جدا فيما يتعلق بأن ابن سبأ هو أحد من بذر بذرة التشيع ذهبت نابتة من الشيعة العصر تحاول أن تنكر وجود ابن سبأ أصلا كما أسلفنا الكلام عن هذا قديما في أول الحلقات طالع بعض الباحثين والشيوخ الشيعة المعاصرين عايزين يخلصهم من ابن سبأ لأنه ده بطح على دماغه أخذ بالك فكل يحد يقول لي سبأ يقول لي على طول يعني إيه يصيبهم بشيء من الهلع فأرادوا أن يخلصوا من ابن سبأ فبدأ يقولوا ده حاجة وهمية ده ما فيش حاجة اسمها أصلا ابن سبأ في الدنيا كده بكل سهولة بجرة قلم أراد أنهم يحزفوا هذا التاريخ وبعضهم بالغ في الخبل وقال إن ابن سبأ هو عمر بن ياسر وطبعا يعني هذا أيضا كلام لا يمكن أن يقبل ولا أدري كيف يطاوع نفسا أو كيف يطاوع إنسان نفسه ليقول بهذا الخلط العجيب إن ابن سبأ هو عمر بن ياسر إزاي يعني هو يخلي اثنين واحد يدمجهم في شخص واحد يعني طبعا هذا كلام لكن اللي يعرف طريقة الشيعة في التفكير واستمرائهم لمثل هذا وأضخم منه لا يستنكف من مثل هذا ولا يستبعده عادي جدا يعني وأكثر من كده كمان والذي دفعهم إلى ذلك إلى إنكار ابن سبأ أن هم بحاولوا ينفو عن تشيع أن بذوره يهودية ابن سبأ دا كان يهودي وكان متستر في الإسلام ككثير من اليهود وغيرهم من أعداء الدين اللي هم فشلوا أن هم يهدموا الدين من خارجه فأرادوا أن يندسوا فيه من داخله ليهدموه ويحطم حصونه من الداخل وبالتالي لو سبأ أن ابن سبأ هو الذي بذر هذه البذرة الخبيثة كده الموضوع انتهى يبادى دين من شاءه من اليهودية وهو بالفعل يوافق اليهودية في مسائل كثيرة جدا خاصة الأصول الكبرى لماذا بالتأير الشيعة توافق ما عند اليهود فهم حابوا يخلصوا من هذا الإشكال وهذا الشبه المزري وهذا الأصل المخزي فذهب بعضهم إلى محاولة إنكار وجود ابن سبأ أصلا شيء ما نقول لهم ابن سبأ اللي عم يقول لك ابن سبأ مين ده ما فيش حاجة أسماء ابن سبأ في الدنيا ده شخصية خيالة ده شيء واهمي وزعم زعيمهم أن سيفة بن عمر تفرد بذكر ابن سبأ طبعا هذا كلام فارغ أيضا ومش صحيح بالمرة لأن سيفة بن عمر ليس وحده الذي ذكر أخبار عبد الله بن سبأ بل ذكرها غيرهم المؤرخين ذكرها الواقيد وغيرهم كذلك ذكرها مؤرخ الشيعة سيبك من نحن انسى السنة شوية احنا مش هنتكلم مؤرخوكم أنتم معاشر الشيعة المتقدمون ذكروا هذا الرجل عبد الله بن سبأ وأقروا وجوده ولم ينفه منهم أحد قط ولا هم مش كانوا عارفين برضو إن إنكار ابن سبأ معناه الطعن في كتب التواريخ وكتب الرجال بتاعت الشيعة كلهم لأن جميعها أو عامتها ذكر ابن سبأ ذكر وتكلم عنه وأثبت وجوده وبعضهم كمان علق على غلوه وأنه كان من الغلات فعالي فلو احنا أنكرنا وجود ابن سبأ عشان السنة بيرووا كلامهم من طريق سيف ابن عمر التميمي فده ما يزرناش احنا بحاجة خالص ده يضر الشيعة أنفسهم لأن هذا معناه تكذيب القمي والنبختي وابن النديم وكل الجماعة اللي ذكروه من علمائهم والأكابر القدامة اللي هم بيعتمدوا على كتبهم في الجرح والتعديل والرجال وده إسقاط لتراث الشيعة كله في الرجال فهم يختاروا لهم عايزين عايزين ابن سبأ يخلوه عايزين يشلوه يشلوه هم كده كده خسرانين بوجود ابن سبأ خسرانين وبإلغاء ابن سبأ برضو خسرانين لأنه حيلغوه على حسابهم هم مش على حساب حد تاني لكن القوم كما قلنا لا يتورعوا عن التناقض ولا يعبأوا بالمصائب عادي مجادش على دي يعني ولن أعيد ما نقلته في أول حلقات من كلام علمائهم الكشي والنبختي والقمي وغيرهم ومن هو قبل هؤلاء في ذكر ابن سبأ والدلالة على وجوده لن أعرج على هذا فقد ذكرناه سابقا قبل هذا بل إن كتب الشيعة أنفسهم تذكر أن ابن سبأ كان ممن غال كما قلنا في علي رضي الله تعالى عنه وهذا الغلو الذي أنكرته كتب الشيعة في بعض العصور على ابن سبأ هو الذي آل إليه أمر الشيعة فيما بعد وصار من أصول مذهبهم كما سنبينه الآن فإذن القول الثاني من أقوال أهل السنة في ببداية المذهب الشيعي أنه بدأ بعد مقتل عثمان على يد عبد الله بن سبأ هذا اللي قال به ابن حازم وتابعه عليه جماعات من أهل العلم القول الثالث يقول إن منشأ التشيع كان في سنة 37 من الهجرة ومن أشهر القائلين بهذا الرأي صاحب مختصر التحفة الإثنى عشرية حيث يقول إن ظهور اسم الشيعة كان عام 37 كما يقول بهذا الرأي أيضا الأستاذ وانت منتجومري حيث يذكر أن بداية حركة الشيعة هي في أحد أيام سنة 58 و 600 من الميلاد الموافق 37 من الهجرة وطبعا ظاهر جدا إن هؤلاء اللي قالوا بهذا القول في هذا العام بيربطوا بين التشيع وظهور الشيعة وبين واقعة صفين موقعة صفين التي وقعت بين الإمام علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وما صاحبها من أحداث وما أعقبها من أسار ولكن طبعا أيضا نفس الكلام هنقوله إن لا يعني وجود الفريقين إن كل إمام بيقولها هؤلاء إشيعتها هؤلاء إشيعتها لا يدل هذا على وجود فرقة لها أصول مخالفة للأصول العامة يومئذ ما هو أخصى ما يدل عليها أنه كان أول استخدام هذا اللفظ أو إشاعته بهذه الصورة بين بين الناس القول الرابع وهذا ذهب إليه بعض المستشرقين وقال إن التشيع ولد إثر مقتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما سيد شباب أهل الجنة فيقول بعض المستشرقين إن دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة يبقى كده عندنا أربع أقوال لغير الشيعة وثلاثة للشيعة عندنا سبع أقوال في بداية التشيع أيها الصحيح أيها هذا الأقوال هو الرأي المختار يعني بصراحة لا يمكن الجزم بأن قولا من هذه الأقوال هو التاريخ الدقيق لبداية هذا المذهب ليه لأن التشيع كمذهب بدأ وتطور ما ويفش في مكانه يعني بدأ بصورة ما وأخذ تطور كل حبة يزيد له أصل من الأصول ويغطرع له اختراع جديد حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن في وقت ما فيمكن طبعا نحن نقول أن بدأ بدأت بذرة التشيع على يد بن سبع ثم أخذ التنمو تتطور حسب وقاعة تاريخية كثيرة كانت تساهم في نشرها وتعاطف الناس مع بعض فصولها يعني ممكن نقول مثلا أن بطلائع العقائد الشيعية وأصل أصولها ظهرت على يد السبعية وده كلام يعترف به الشيعة وأنفسهم في كتبهم القديمة يعني والشيعة بيعتقدوا وبيقولوا أن ابن سبع هو أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي اللي هو القول بالنص على إمامة علي وأن علي هو الولي وأنه هو الوصي ودي أصلا عقيدة في الأصل اليهودية وأول من أشعها بين المسلمين عبد الله بن سبع والقوم أخذوا بها وجعلوها أصلا مذهبهم فالإمامة عندهم ركم من أركان الإسلام زي الصلاة والصوم والشهدتين والحق والزكاة حطوها معاهم وأول واحد قال بهذا القول ابن سبع يبا بدأ تشيع فعلا كفكر وبدأ ينبت ويتغرس بذرة على يد عبد الله بن سبع كذلك أيضا شهدت تاريخ وشهدت كتب الشيعة أنفسهم بأن ابن سبع وجماعتهم هم أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو السب سب الصحابة وتكفيرهم أول من قال بذلك ابن سبع أيضا وجماعته جماعا هم السبائية وصار هذا الكلام الذي كانوا يرونه غلوا منهم صار بعد هذا هو أصلا من أصول ماذا بالشيع الاثنى عشرين يبقى فعلا أول من وضع بوزور هذا المذهب السبائية التاريخ يقول كذا وهم أنفسهم كتبهم تنطق بهذا تنطق بهذا كذلك أيضا ابن سبع كان أول من قال برجعة علي قال إن علي ممتش لما قتل علي رضي الله عنه قال له ممتش ولا حاجة وهي يرجع ده هو اختبى في السحاب وقاي تاني والرجعة من أصول الشيعة وبرضو هي فكرة يهودية زي اللي قبلها بالزبط كذلك أيضا ابن سبع كان أول من قال بتخصيص علي وأهل البيت بعلوم سرية خاصة إنهم عندهم علم مش عند حد علي معهم العلم الشرعي وأصول الديانة ما لم يطلع لأحدهم من الصحابة حاجات خصوصي كده يعني ولا شك أن هذا الكلام بعد ذلك وكلام ابن سبع صار أيضا من أصولي مذهبي الروافط اللي هما الشيعة الاثنى عشرية وقد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على أن هذه العقيدة عقيدة إدن علي مع علوم خاصة وإنه مع كلام خصوصي من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر جدا وقد سئل علي رضي الله تعالى عنه فقيل له كما في البخاري هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال لا غير ما في هذه الصحيفة وكان فيها دية والعقل وما شابه ذلك يعني كلام مسائل برضو أحكام شرعية ما نصوص عليها في كتاب والسنة موجودة فنفى رضي الله عنه أن يكون قد خص بشيء من العلم لم يخص به أصحابه ولم يطلع عليه المسلمون فأصل هذه العقيدة جات من نيمن عند ابن سبع غلوا في علي رضي الله عنه وأهل بيته الكرام قال معهم علم سري ما حدش يعرفه خلص غير هما يعني وطبعا هذا الأمر بأداء المصحف بتاع فاطمة الجفر اللي هو فيه اللي القرآن بتاعنا دعي برعا عن عشر من تسعة عشار أو عشر من عشرة عشار من وأن مع فاطمة تسعة وعشار تسعة وعشار القرآن لما عندناش منها حاجة يعني القرآن بتاعنا هذا القرآن هنا هذا الذي معنا ما هو إلا عشر عشر القرآن الحقيقي وتسعة الأعشار في مصحف الجفر الذي كان عند فاطمة ثم انتقل إلى الشيعة بس تب واحدة بيقولوا بيقولوا القرآن معنا وبيصلوا بيه قال لك ده ما تقية ما احنا يقولنا ان التقية عندهم تسعة وعشار مذهبهم ايضا فهو بياخد العشر بتاع التقية داوة اللي باقي مع العشر اللي بياخد تسعة عشر التقية يشغل بهم العشر بتاع القرآن وباقي عن تسعة عشر قرآن ما بيشتغلش به دلوقت يتكلمون بها احيانا في كتبهم احيانا في كلام ينسبونه للقرآن زورا ويعتقدون ان هذا من كتاب الله عز وجل وهو محض كذب على الله سبحانه وتعالى ويرونهم اصلا تحريف القرآن وكتبهم ملأ بهذا الكلام كتب الاصول عندهم واللي مش واخد باله بينكر هذا الكلام فهذا اعمى ما شافش اللي يطلع يقول لك الشيعة مفيش كلام منده عندهم لعندهم تحريف قرآن ولا بيقولوا بمصحف فاطمة ولا بيقولوا ان صحابة كفار ولا كلام منده وده الان بعض الناس بيقولوا كلام دوت من الجماعة السذج من قومنا فهذا معزور ده ما شافش ده جاهل بهذا القضية من لا طلع ولا رأى ولا سمع ويحسن الظن بمن لا يحسن الظن به فده ينبغي ان يسكت انه ما يعرفش وهو اما ان يتكلم بحلم او يسكت بحلم يسكت خالص لان كتبهم القديمة والمعاصرة تنطقوا بهذا بل تطفح بما نحكيه الان وهم انفسهم يقرون في اماكن اخرى ان اصول هذا الكلام المردي اول من قال به السبائية يبنى معنى ايه معنى ان اول من بذر بذور مذهب الروافض هم السبائية عبدالله ابن سبأ وطائفته هذه اهم الاصول التي تدين بها الشيعة القول بالنص وفرض امامة علي والرجعة والوصية وتخصيص عليهم ببعض الاسرار او بالعلم السري اللي مش عنده حد خالص دوت والقول بالرجعة ان علي سيرجع بعد ان مات هذه اهم اصول مذهب الشيعة ووجدت هذه كلها اثر مقتل عثمان وفي عهد علي رضي الله تعالى عنه ولم تأخذ مكانها في نفوسي فرقة معينة معروفة كان هذا كان موجود كان جماعة سبائية بينشروا بيقولون بس ساعتها ما كانش لسه اتخذ كيان ما كانش بقى فيه كيان يعني واضح المعالم ينسب له هذا الكلام كله مرة واحدة لكن كان هذا كلام موجود البعض كان يعتقده غرورا واتباعا لابن سبأ ومن معه من المغفلين بل زهر كما قلنا بعض هذا واشد منه في عهد علي نفسه رضي الله عنه السبائية لما كده تطل برأسها ولما رأى عبدالله بن سابع علي بن بطالب وقال له انت 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 الله يعني امر علي باحراقه وقال لما رأيت الامر امرا منكرا اتججت نارا ودعوت قنبرا اللي هو احد خدم علي وغلام من غلمانه والظاهر والله اعلم انه قتل هذا الزنديق احراقا بالنر انه ألقاه في النار واحرق عليه لعائن الله وهذا كان من اشهد الغلوم فكر نولا ما اوكله لسيدنا علي سيدنا علي اتبصت منه اول وقال له ان شاء الله برافو علي كويس انا فعلا الله لا لكن ابو الحسنين رضي الله تعالى عنه ورحمه كان اجلى واكرم وافهم واتقى لله عز وجل من ان يغتر بغرور هؤلاء الشياطين فما كان منه الا ان احرقه بالنر القاه في النار لهذا المجرم ثم هذا على قول من يرى انه احرق والبعض ارى انه هرب واحرق بعض اصحابه وزهب ينشر بدعته هذه وافكه هنا وهناك فاذا اصول هذا المذهب وبداياته الاولى ظهرت في اواخر بعد مقتل عثمان في اواء العهد علي وعلي رضي الله عن نفسه بدأ يجابه بمثل هذا الكلام الفارغ وكان رده عليه ردا حاسما ان بدأ يحرق من يقول هذا بالنار حكم منه بردتهم وانهم حصبوا جهنم لكن ما تلى ذلك من احداث مقتل علي رضي الله تعالى عنه ثم مقتل سيد الشهداء الحسين رضي الله تعالى عنه جعل هناك تعاطف كبير جدا مع اهل البيت مما وطن ومكن وفتح الباب لهذه العقائد ومثلها من المبالغات والغلو ان يجد طريقا الى بعض النفوس الضعيف فبعض الناس عاطفيون جدا جدا الى ابعد حد لا يعمل عقله اصلا تغلبه عاطفة ويغلبه هوا فاذا غضب خرج من شعوره وقال وهزى وقال ما لا يقال واذا رضي اعتقد ما لا يعتقد فهذه الطائفة من الناس وهم ليسوا بالكثيرين لما وقعت هذه الاحلاس المتتلية ويجدوا هذا الكلام الذي يشاع هنا وهناك من بعض الاغمار عن البيت وعن افضال وعن فضائلهم وهم اصحاب فضائل بالفعل كثيرة وليسوا محتاجين للكذب عليهم يعني المحتاج ان اجذب له فضائل لا لهو ما عندهش فضائل اصلا لان اجعل واحد ما لهش اي فضل فممكن اما انا اجذب لي فضائل عندي منطق شوية لكن عندي شيء كله فضائل وفضائلهم تبلغ عنانا السماء واكذب له فضائل هو مش عايز فضائل مكذوبة هو مستغن بفضائله الصحيحة ومناقبه المأثورة وفضله المشهود عن كذب الكاذبين وعن مبالغة المبالغين بل ان المبالغات تهدم الفضائل الاغراق في المدح احيانا يقلل من قيمة المندوح لما يقعد واحد يبالغ 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 ده معنى انه هو بيغطي على حاجة غلط لان الممدوح المعظم مش محتاج كلام كتير ده يكفي ذكره اسمه يكفي ذكره اسمه بس النار ده هم يقول ايه يقول البخاري والشفعي وابو حنيفة ومالك ما بنقولش يعني في كلامنا الدارج ما بنقولش بقى الامام العلامة الجبل المحدس الفهامة الأصولي النظار المتكلم امام الأئمة وشيخ الإسلام وقدوة الأمة ما بنقولش الكلام ده كله غير في كتب التراجم بس لما نيجي نعمل كتاب في التراجم بنقول الكلام ده كله وأضعافه بتلاقي مثلا ممكن عشر تاشر سطر فيهم كلام من ده كده حاجات جميلة خالص دي باجة كده عظيمة فيها ألقاب ووصاف ونعوت لأولئي الأئمة هم أهلها لكن فيما نيجي نتكلم كده عنهم بنقول الكلام ده كله بنقول الشفعي بنقول الشفعي لأنه هو مستغن باسمه وفضله المعروف لذاته عن الندح الزائد مش محتاج لكن لو واحد مغمور تقوله الله الأخ الأستاذ فلاني الفلاني الذي يعمل في المكان الفلاني وأصله من فلان لكن في بعضهم يقول له غالي عن التعريف يقول له لأستاذ الدكتور فلان أو الشيخ فلان غالي عن التعريف مش هقعد أعرف به لأن الناس كلها تعرفه فمش محتاج كلام كتير ده يتعرف من أول وهلة فالإغراق الزائد في المدح والتعريف الزائد دوت دايما كده من غير سبب في بعض حين بيكون مزمة للشخص إنه هو يقعد يعرف بنفسه كتير ويقعد يمدح يمدح إيه يا عم خلاص هو مش محتاج ده كله النسان المعروف جدا والمشتهد جدا بالفضل مستغن عن هذا مش لازمه الكلام ده كله زي ما كده وقع في القصة الطريفة التي وقعت للفرزدق وهي من يعني من الحديث ذو شجون كما يقال والشيء بالشيء وذكر كان الفرزدق مرة واقفا على رأس هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين وهو عند البيت الحرام وأراد هشام أن يطوف بالبيت الحرام فلم يتمكن من زحام الناس الناس مزدحمة جدا وهو جاي مع الحرس بتعوته فلم يطف إلا بالكاد بالتي واللتية والحرس توسع له لكن الزحام شديد والناس لا تسمح نفوسها له بأن يتركونه يستلم فالناس فطبعا بعد ما خد شوطين سبع سبع أشواط وتعب وهمد من الحر بقى والحاجات دي فقعد كده يستريح أمام البيت ويشرب زمزم وريح عصابه شوية وبينما هو كذلك إذ جاء علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا وصلى على جد صلوات الله وسلامه عليه فلما جاء علي زين العابدين ورآه الناس عرفوه وكان من يراه يقول هذا ابن نبي شكله كده واضح علي أنه ابن نبي من أولاد الأنبياء سمت ودلال وكمال وجمال ورفعة قدر لا تخفى على أحد سماهم على وجههم فلما رآه الناس وسعوا له غير ما حد يقول لهم وسعوا حتى استلم الحجر وأدى الطواف يعني في صورة عجيبة حاجة يعني مش متوقعة وكان بعض الغرباء واقفا بجوار هشام بن عبد الملك فتعجب وسأل هشاما من هذا الذي وسع له الناس ولم يوسع لك وأنت أمير المؤمنين مين دوت من هذا الرجل الذي وسع له الناس ولم يوسع لك وأنت أمير المؤمنين ده أكيد حد أهم منك فتناكد هشام وغلبه الهوى والحسد وقال لا أعرفه معرفش والله نسك لا تهبلت عايز أقول كده يعني نسك لا تتجنين أنا أمير المؤمن ما حاجة أعايز أوسع لي وقاي واحد مش عارفين مين دوت وكله قلبه السعر أنا عارف مين دوت وقال لا أعرفه وكان على رأسه الفرزدق خمام بن غالب بن سعصاع الشاعر الشهير شاعر بني أمية وكان شاعر هشام الشاعر بتاعه كمان الخصوصي يعني والفرزدق كان رجلا معروفا أصلا بالمجون لكن رجل ماجن سمحه الله كان لهم غمرات سيئة جدا وامور فضائح يعني لكن في نفوس كل البشر تجاه أهل البيت حب دفين لحبهم لصاحب هذا لرأس هذا البيت وسيده صلوات الله وسلامه عليه أي مسلم تهف نفسه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم حبا جما مش لازم الشيعة بس يعني لا ده السنة أكثر حبا لهم من الشيعة ده الشيعة ضيعوهم وآذوهم بالكذب عليهم وتضيع مناقبهم الحق بمناقب مجزوبة ليس لها قيمة لا يقبلها عقل فاللي مش عارف متصور إنه ما عندهمش غلاد المناقب المفضوحة دين ما لاش قيمة يعني في الواقع فضيعوا صحيحة مناقبهم بفسدها عليهم من الله بما يستحقوا فالفرزدق ما استحملش اللي بيحصل دوت مع إنه كما قلت ما كانش راجل من أهل الدين يعني ولا كان مثلا راجل شيخ وبتاعل هذا كان راجل ضايع ومع ذلك رد على هشام بن عبد الملك على الفور وارتجل قصيدة هي من حر قصائره ومن عيون شعره وقال أبياته الشهيرة يعرف بعلي بن الحسين زين العابدين قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته بقول لت مش عارفه أنا أقول لك بقى مين يعرفه سيبك منك أنت خالص هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم اسأل لك عباد تقول لك مين ده هو كعب عرفك وويس أوي والحل يعرفه وكذا الحرم مش لازل تعرفه أنت خالص هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك هذا من هز بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم ما قال لا قط إلا في تشهده ما بقولش لا خالص لحد لو لا التشهد كانت لأه نعم وقال أبياتا في غاية الفخار فقال له أنت ما تقولش أنت مش عايز يعرف مين دوت أنا مش هقولك مين ولا حد هيقولك اسأل بس عنه البيت الحرام اسأل الكعبة والله مين دوت تقولك مين دوت اسأل الأرض ديت تقولك مين دوت اسأل زمزم هيقولك مين دوت عارفينه كويس أوي لأنهم يعرفون جد هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم فاغتاز هشام وأمر بالفرزدق فألقي في الجب حبسه في فيبير قال له يا مقرم ما تيجي منك أنت ده أنا بقول أنت راجل بتاعي تفضحني على رؤوس الأشهاد ما أنا عارف أن ده يا عزيز العابرين بس مش عايز أقول عشان محدش أتعلق به والناس تخرج علي ولا حاجة وينضموا لحزبه ولا حاجة فأمر به فأودع في جب عقابا له وسجنا له على ما فعل فذهب علي زين العابرين وتشفع فيه عند هشام وأخرجه من الجب ما سبوش وأعطاه سرة من دنانير حاب يعطيه هدية يعني كم ألف دينار وكان من أشد الناس جودا والراجل هو بقول ما قال لا قط إلا في تشاهده ما كانش بقول لا خالص زين العابرين أبدا أي حد يقول له حاضر عايز دي تفضل عايز دي تفضل ما عرفش يقول لا أدي خالص غير في التشاهد بس يقول لازم يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله لازم يقول لا فراحوا أعطاه مالا كثيرا فرده الفرزدق وقال والله ما قلت فيه تغاء شيء من مالك ولا شيء من جاهك وإنما قلت هذا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قلت هذا الذي قلته غيرة على رسول الله وأن يقال لأحد من أهل بيته الكرام ما قاله هشام لك بس فاخد بالك فدع له بخير وتركه لعل الله ينفع الفرزدق بهذا يوم القيامة ده دي حسنة عظيم للرجل فمش محتاجين إطلاقا نقعد نمدح في الممدوح الممدوح معروف مش محتاج كلام كتير اللي محتاج نقعد نقول عليه كتير ونفتعل له المناقب ونكذب ليه ده إنسان المغمور اللي ما عندهش أصلا فضائل فمنشتري له فضائل منشتري له أي حاجة فإذا الظاهر والله تعالى أعلم خلاصة الكلام في بداية التشيع أنه بدأ بعد مقتل عثمان على يد السبائية كما ورد فيما ذكرنا وبدأ ينمو ويتخذ طرقا عديدة وتزاد فيه أصول زميمة شيئا بعد شيء ومكن لهذا ما وقع لأهل البيت الكرام من مصائب كثيرة في ذلك الوقت منها قتل أمير المؤمنين أبو الحسنين علي رضي الله عنه ثم قتل الحسين سيد الشهداء في وقعة عظيمة جدا ضجت لها الدنيا جميعا ومثل ذلك فكان هذا عاملا لأن يتقبل بعض الناس كما قلنا العاطفيين أو دولي ما يشاع من أخبار منفبركة ومن أقوال ليست صحيحة ومن عجائب ومن غرائب ومن أقوال لا يمكن أن يرضى عنها الشرع في حق هؤلاء الأطهر كان هذا من ذلك ولا يقف طبعا ما وراء هذا من الدس والتحريف المتعمد من أعداء الدين وأعداء الإسلام دولي أعدين متربصين بالإسلام لا سيما في وقت قوته فالنهار ده هم ممكن أعيننا كده يقضون أعين عينك وما يهمهمش لأنها ضعفاء يما يقضوا دخلوا العراء وسلموها للروافض عليهم من الله ما يستحقون ما حدش عرف يتكلم مين هيتكلم كل حكام العرب رضخوا وسكتوا على هذا وعوانوا على هذا الإجرام وساعدوا في أنهما يسلموا العراق للروافض سكت حدش عرف يتكلم لما راح دمر أفغانستان مفيش حد بتكلم مفيش حد عندنا بتكلم خلاص لما دمر لبنان محدش بتكلم لما دمر الآن سوريا وسائب المجرم بشار عليهم الله ما يستحق نسأل الله أن يقسمه وأن يأخذها وروح المسلمين من شره هو وأمثاله محدش بتكلم فهو ما عنده مشكلة ييجي ضربك كده في وجتك على طول لأنك أنت لا تهم لك شيئا لما راح يضرب في غزة قبل مرة الأخيرة دي التي أذلهم الله فيها لأول مرة في الوقت المعاصر كان ما بهموش فهو مش محتاج يعني يعمل بقى ده سائس والحاجات دي إلا بصورة أو بأخرى كمسألة احترازية بحيث لو فشل الحل العسكري أو ما كانش متاح أصلا ما في بلاد ما يعرفش يخشها كده عين عينك ما يدرش مثلا ييجي مصر كده ما يعرفش مثلا يروح هنا ولا هنا فبالتالي شغال معاهم بالنظام اللي هو بتاع الشيعة ده سابقا فالدست والمكر والخداع والتلبيس وبث المجرمين حتى يدسوا الدسائس هذه ويلبسوا على الناس أمر دينهم ببأ أكثر وجودا منه في وقت القوة مش في وقت الضعف يومئذ كان المسلمون أقوياء جدا وكان صعب أن حد من اليهود يقدر يقول لهم انتم مين ولا أنا يعايز إيه من الإدارش هم كانوا فين ساعتا اليهود أصلا كانوا تحت الكراسي مستخبين في الجحور في ذلك الوقت والفرس ما يدرش يتكلم وده ليس ساخين علقة من عمر يعني قضت على إمبراطوريتهم خلاص إذا ذهب كسرة فلا كسرة بعده انتهى أمره كسرة وانتهى أمر الفرس إلى الأبد عمر دمر عليهم ملكهم لهذا هم يبغضونه أشد الناس يعني هم بكرهوا صحابا كلهم كوم وبكرهوا عمر دا الواحد وكده كره خصوصي بلغ بهم الفجور في هذا الكر أن هؤلاء المدعين للإسلام يدعون أن هم مسلمين زعموا ويحتفلون باليوم الذي قتل فيه عمر إلى الآن وعملين لقاتله المجوسي قاتل عمر بإجماع السنة والشيعة أبو لؤلؤ المجوسي ما أسلمش أصلا دا راجل فارسي مجوسي فارسي إيه مجوسي طب إزاي فارسي مجوسي يحتفل به مسلم يزعم أنه مسلم شيعي آل يعني لا إلى الآن يحتفل بهذا باليوم الذي قتل فيه عمر وعملين مجوسي وعملين مقام لقابل ألؤ المجوسي وسموناه بابا شجاع لأنه قتل عمر بن الخطاب الفاروق لأن عمر هو الذي هدم عرش كسرى وأنهى دولة الفرس ولهذا هم يبغضونه أشد البغل العصبية فقط ما لاش علاقة بدين بقرة بتاعه فليس هذا من دين الله في شيء أبدا فده ده الطبيعي أو ده التطور الطبيعي يعني فإذا إحنا ما أمر الأمر هذا المذهب بدأ تطور بهذه الصورة تطور بهذه الصورة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن أصل بقى التشيع ده بداية التشيع كما قلنا بدأ بهذه الصورة بدأ تطور وكل وقت يدخل فيه حاجة وساعد على نشره أمور كثيرة واللي حصل كما قلنا في دس الرجال والخبساء هؤلاء هنا وهناك وقت قوة المسلمين ما قدرواش يعملوا حاجة فبالتالي يدسوا هذا وهنا وهناك لعشان يهدموها من الداخل كما فعلوا هم أصحاب مكر شديد جدا بذلك الوقت عقائد بقى الشيعة اللي هي ساب الإشكال كله التي يفارقون فيها المسلمين وإحنا مختلفين مع الشيعة فيه الشيعة تخالف المسلمين فيه وتخالف الإسلام فيه مش هقول السنة لأن الشيعة تخالف الإسلام كله في مسائل ملهاش علاقة بالدين جايبين حاجات جايبينها مستوردينها دي ما بقى من بره هذه العقائد اللي هنقولها بعد شوية دي دي مستوردة بعضها استراد يهودي بعضها استراد ناجوسي بعضها استراد نصراني وتوليفها بقى من أجود التمور ولا من أجود الخمور والعايز يشرب يشرب فدين التشيع ومذهبهم خليط خليط من هذا ومن ذلك ليس إطلاقا لا يمكن أن ينتسب شيء منه إلى دين الله عز وجل ولذلك اختلفت أنظار الباحثين والعلماء في أصل التشيع وأصل هذا العقائد فذهب بعض الباحثين إلى أن أصل عقائد الشيعة اليهودية النية جاية من اليهودين وطبعا هذا القول له حجته الواضحة لحنا قلناها من شوية أن ابن سبأ كان يهوديا أظهر الإسلام وتستر به وبدأ هو الذي ينص على هذه العقائد على أصولها جميعا الراجعة والوصية والعلم الخفي والسر دوت والحياة التي افترقت بها الشيعة عن أهل الإسلام ولذلك هم أنفسهم ذكروا هذا يعني القمي والنبختي والكشي وهم من شيوخ الشيعة القدامى عندما استعرضوا أراء ابن سبأ والتي أصبحت بعد هذا من أصول الشيعة قالوا فمن هنا قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض كان مأخوذا من اليهودية ده كلامهم بيوضح لكوه الحاجات دي كلها للشيعة اللي رافض بيقولوا بيها قالها ابن سبأ فبعض الناس قالوا اللي خاصة مخالف الشيعة لهم المسلمين عموما يعني قالوا إذن ماذا بالشيعة لم يتأخذ من اليهودية أن الرجل ده كان يهودي وقال الكلام ده وكان ما كانش موجود في الإسلام قبل كده خالص ده هو أول من اخترعه ابن سبأ يبقى إذن ما ردهم إلى اليهودية ده اعتبار كما يقولنا اعتبار أن ابن سبأ هو اللي قال الكلام ده كله ولي جاب هذه الأصول أول من تكلم فيها وهو كان يهودي بالتالي طبيعي جدا يتقال أن هذا المذهب مذهب أصله يهودي أن اللي بذر بذرته يهودي وجاب أفكار كلها أفكار يهودي لبسها لباس الإسلام وحاول دخلها في الإسلام والاعتبار الثاني لنسبة التشيع لليهودية وأن أصول التشيع دي كلها مأخوذها من اليهود لهاش علاقة بالإسلام أبدا هو وجود تشابه أصلا في الأصول الفكرية بين اليهود والشيعة ولعل أول ما ظهر في ذلك ما نسب عن إلى الشعبي عامر بن شحليش الشعبي أحد الإمة التابعين الكبار ابن حازم رحمه الله تعالى قال صار هؤلاء الشيعة في سبيل اليهود القائلين إن إلياس عليه السلام وفنحاس ابن العازر ابن هارون عليه السلام أحياء إلى اليوم ابن حازم وبعد كده ينقل كلام الشعبي يقول إن أولاء الشيعة صاروا في سبيل اليهود فده توافق في الأصول نفس الكلام اللي قالوا اليهود قالوا على إلياس وفنحاس إنهم أحياء إلى اليوم يعني إنهم ماتوا قال لا ما هم هيرجعوا هم موجودين فوق هينزلوا تاني نفس هذا الكلام قالوا جماعة الروافض قالوا علي راحوا جاي وأي حد روح هي ما فيش حد مات يعني لا كلهم هيرجعوا تاني نحن عاديم مستنينه وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الشيعة من الجهل والغلو واتباع الهوى ما أشبه فيه النصارى من وجه واليهود من وجه وأن الناس ما زالوا يصفونهم بذلك ثم نقل ما روي عن الشعبي من مشابهة الشيعة اليهودي والنصارى تمام وقال بهذا الكلام جماعة من الباحثين يبقى أول أول رأي من رأي الباحثين في أصل مذهب التشيع وجاي من نين فريق كبير يرى أنه مستمد من اليهودية لسببين أو الاعتبارين الاعتبار الأول أن ابن سبق اليهودي متستر ذا في الإسلام هو الأول من بذر بذور هذا المذهب هو الأول من قلب الراجعة والوصية والحاجات دي كلها وكل المسائل التي انفرض بها الشيعة عن الإسلام وده كان يهودي يبقى طبيعيا نقول دي غامل يهودية اعتبار الثاني أن هذه المذاهب كلها اللي جابها ابن سبق فعلا مش من اختراعه هو كيهودي مثلا بس لا ده هي موجودة أصلا في دين اليهود لها نظائر فده بيعمل زيها عندنا يعني بيعمل بيحاول يعمل زي عند اليهود عندنا بالضبط اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ابن العازر ابن هارون وإلياس أحياء يبقى علي برضو حي وفي السحاب ونازل أن هارون وصيه موسى يبقى علي وصيه محمد كده بالضبط هناخذ كل عقيدة عند اليهود نعمل لها نسخة طبق الأصل عند المسلمين وإنسامي ده التشيوة وده بالفعل هو ده التشيوة واخدين العقائد اليهود وعمل لها نسخ إسلامية طبعا ده غير مقبول لأن الدين مش لعبة مش من يلعب إحنا بقى فيه وبنحاول بقى بنبني بقى وكلام من ده يعني ده موضوع انتهى خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبسابة هذه الاعتبارين قال من قال من الأهل العلم أن اليهودية هي أصل التشيع أو الرفض بمعناه المعاصر هذا هناك أيضا من يقول بأن أصل اليهود أصل التشيع فارسي مقوسي جاء من دين المقوس طب إزاي كلام دوت هناك أكثر من اعتبار بقى هنا لكن لسه في الوقت قد ضاق بنا وانتهت الحلقة ونبدأ بهذه الاعتبارات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته